السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا النهاردة عن رؤية طائر النورس في المنام رؤية طائر النورس في المنام هو دليل على الفرح والسرور ورؤية طائر النورس على الكتف في المنام يدل على إمكانية الحصول على فرصة جيدة في الحياة المهنية رؤية سقوط طائر النورس في المنام فدليل على اقتراب الحصول على فرصة سفر رؤية التاجر في المنام للنورس يشير إلى الربح في تجارته ويدل النورس في المنام على الحصول على مكاسب كثيرة والنجاح في التجارة رؤية النورس بألوان مختلفة يدل على الإنجاب رؤية طائرة النورس باللون الأبيض فيدل على إنجاب مولودة أنسة رؤية طائرة النورس وهو يحلق في السماء فيشير إلى النجاح سواء كان في الحياة الاجتماعية أو المهنية كما يشير إلى قدوم الأخبار الصارة للحالم رؤية النورس في المنام فهو إشارة إلى الحب والوفاء ورؤية النورس على الأرض هي رؤية غير محمودة ترمز إلى الفشل ورؤية طائرة النورس وهو يحلق في السماء دل ذلك على تحقيق النجاح وعلى التوفيق في الحياة الاجتماعية والمهنية وإذا رأى الشخص أن طائرة النورس موجود في بيته دل ذلك على أنه سوف يحقق الكثير من الأخبار الصارة وسوف يستمع إلى خبر هام طال انتظاره وإذا رأى الحالم طائرة النورس ملقى على الأرض وهو ميت دل ذلك على عدم القدرة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشخص الرأي أما إذا رأى الشخص طائرة النورس بشكل عام دل على أنه سوف يبتعد عن المشاكل وسوف يحقق الكثير من الأشياء التي يبحث عنها في حياته إذا رأى الفتاة طائرة النورس في المنام فهي بشرة صارة لها بقدوم الأخبار السعيدة والأخبار الجيدة والأحداث الصارة بينما رؤية النورس يحلق بالسماء فقد تدل الرؤية على تحقيق الأمنيات والطموحات التي تريدها الحالمة والفتاة العزباء التي ترى طائرة النورس على كتفها تدل الرؤية على الزواج القريب من شخص زو أخلاق رفيعة وسوف تعيش معه حياة مليئة بالسعادة وإذا رأى الشخص في منامه بيت طائرة النورس تدل الرؤية على حصول الرأي على الكثير من الأموال وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته